المقال الدائم لكاتب اسمه يوسيك لاين منها آردس يقول بعد الحرب سيقتل بعضنا بعضاً في إسرائيل ولديه نظرية أولاً نتنياهو يقول هزمهم يقول نتنياهو هزمنا نحن مستلقيين ونجعله يفعل بنا ما يحلو له نحن لا نحبه لا نثق به لا نقدره نعلم أنه يسوقنا لكاريتا نتنياهو يقول الشعب الإسرائيلي لكاريتا ولكننا غير قادرين على مقاومته نحن في حالة شلل طبعاً هو يتحدث بأسم ما يسمى اليسار الإسرائيلي يقصد عندما يقول نحن نحن المتنورين في إسرائيل الآن ممكن حد يسعر شيء يعني متنورين معرش بالضبط هذا موضوع النقاش بس يعني نسبة لغيرهم على الأقل كل شيء نسبي يقول نحن نتجاهل الخطر ونأمل أن تمر الأمور هكذا من تلقاء نفسها عنوان الفصل التي تمر فيه إسرائيل في كتاب التاريخ إذا حطناه سيكون كيف تخضع الأمم القوية المستنيرة العظيمة حسب قوله لحفنة من الفاسدين يقصد نتنياهو من حوله نقبل بسيادتهم نطيعهم بل ونضحي بأبنائنا من أجل هؤلاء الفاسدين أكثر من ذلك نرتكب أعمال مروعة فضيعة بالآخر من أجل هؤلاء الفاسدين يقول تندم لاحقا ولكن الندم لا يحرر النادمين من الذنب الكل سيعاني من العواقب يقول يمكن فهم العجز نحن قليلون جدا ضعفاء جدا نؤمن أننا سنتدبر أمورنا أو سنهرب في الوقت المناسب نحن ننكر ما يحدث فينا والإنكار حالة الإنكار هي أحدى طرق العقل لكي يدافع عن نفسه نحن ننكر جنون الحرب التي لا تبدو نهايتها متى وننكر تدمر الاقتصاد عندنا ننكر تفكك المجتمع الإسرائيلي لقد أنكرنا فشل القبضة الحديدية في حل المشكلات نتجاهل أن أقوى جيش في الشرق الأوسط لا أتغلب حسب وصف الكاتب على عصابة إرهابيين دون دبابات دون طائرات لا نتغلب عليهم لقد أصبح شعارنا أنا قوي إذن أنا موجود يقول ذات مرة كان شعارنا مختلف أحلامنا مختلفة ولكن تحطم كل ذلك أمام أعيننا لن تكون ديمقراطية في إسرائيل لأن حماة الديار هربوا لأن نظام التعليم أدخل إلى أذهاننا أن الاحتلال هو ديمقراطية لأن صحفيات تلفزيون يرون أن دورهم ليس قول الحقيقة للشعب الإسرائيلي إنما الحفاظ على معنويات الشعب الإسرائيلي لا يبلغوننا بما يحدث في غزة ولا يعطوننا أبعاد التضحيات الحقيقية القتلة لقد خانونا الصحفيين يقول الكاتب يقول نحن اليوم نقاتل وليس لدينا أي فكرة لماذا نقاتل لماذا يقتل أبنائنا في هذه الحرب فقط نحن الخاسرون بعدها سيقتل بعضنا بعضا لم تتدمر البلاد عريو بل ستتغير سوف يتخلى عنها الشعاب المتعلم ستعيش على تمويل يهود الشتات سيغادرها الناس المثقفة المتعلمة ستغادر إسرائيل عندما المجموعة الحاكمة الآن تتنفذ أكثر بعد الحرب كتب أحد المفكرين اليهود مرة بعد ألفين عام حرثنا العالم بدماءنا وأفكارنا لا يمكننا أن نعود ونتقوقع أمة صغيرة في زاوية عربية يقصد إسرائيل داخل الشرق الأوسط وهكذا يرى الكاتب إسرائيل بعد الحرب أمة صغيرة في زاوية عربية يشاجر بعضها بعضا